اشتركوا في القناة 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 9 سالة باثنين 9 سالة باثنين 9 سالة باثنين بتيجه هون هذا الكلام اخذنا الحصة اللي فاتت خلينا اوصل بناتهم هذا الاقترال اللي قريت منه هو قاف واحد لسين بساوي لقريت من السين لأساس ثلاثة بنفس الطريقة على نفس الرسمة بدي اخذ قاف اثنين لسين بساوي لقريت من السين لأساس ثلث الثلث لها علاقة مع الثلاثة بطريقة وباخرى نعمل جدول قاف اثنين لسين بساوي لقريت من السين لأساس ثلث ايضا بدي اخذ قيم اللي هي واحد وثلاث وتسعة وثلث وتسع لأنهم علاقة مع الثلث هلا اخذ الواحد لقريت من الواحد الاساس ثلث هلا لقريت من الواحد شو ما كان الاساس بعطيكي صفر لقريت من ثلاثة الاساس واحد هلا هاي لو استخدمناها خلنا اوضحكم اياها هون ايها لقريت من الواحد الاساس ثلث بعطيني الصفر هلا لقريت من الثلاث الاساس ثلث خلنا اوضحها لقريت من الثلاث الاساس ثلث حتى تحسبها بحولها الى الصيغة بفرض انه الناتج هذا يساوي سين بحول الصيغة لقريت من الصيغة السية يصبح ثلث السين ساوي ثلاثة هلا وزع الاس على البسط والمقام حتى تحسب musun وزع السين وزع ثلاثة ثلاثة السين بيحطيكي واحد ثلاثة السين لو طلعنا فوق بيصير ناقص سين اللي هي ثلاثة الس واحد الاساس بساوي الاساس يعني الاس بساوي الاس يعني ناقص سين بساوي واحد ومنها سين بساوي سالب واحد اللي هي هاي بنفس الطريقة لغريتم التسعة للأساس ثلث بتساوي ساربت نين بنفس الأسلوب حلالا لغريتم خلصنا من الواع الصفر والناقص واحد ولناقصثني لغريتم الثلث للأساس ثلاث لغريتم الثلث للأساس ثلاثة قط keyword 1 وزي هيرى لغريتم التسع للأساس ثلث يعطيني اثنين على أساس أنه ثلث ثلث يعطيني تسع هاي عملنا جدول الآن بدنا نرسم الرسمة هاي عندي رسمة موجودة باللون الأحمر وهي الجدول عندي ثابت هون النقطة الأولى واحد والصفر هايها نفس النقطة في المنحنة الأول النقطة اللي بعدها ثلاثة وسالب واحد هاي ثلاثة سينيا وصاديا سالب واحد بتيجي هون والنقطة اللي بعدها تسعة وسالب اثنين هاي تسعة سينيا وسالب اثنين تيجي في هذا المكان النقطة ثلث واحد بدكن تنتبهولها شوية تيجي هون ثلث واحد في هذا المكان وظل عندي النقطة اللي هي تسع واثنين تيجي هاي تسع واثنين اوصل بناتهم هذا الاقترار اللغرتمي قاف اثنين للسين اللي هو اللغرتمي السين الاساس ثلث هاي رسمت المنحنيين على نفس الرسمة بعد ما رسمتهم هذا الكلام على فكرة اخدنا الحصة الفاتحة وانتوا طلعتوا رسمتوا انتوا البنات طلعتوا رسمتوا الرسمات مش انا والله انتوا رسمتوه الان بدنا شو نساوي بدنا ندرس خصائص الاقترار اللغرتمي بشكل عام خصائص الاقترار اللغرتمي بشكل عام عليها الصورة قاف السين بساوي لغرتم السين الاساس با بشكل عام الصورة العام قاف السين بساوي لغرتم السين الاساس با انتبهوا البا عدد اكبر من صفر بس ما بساوي واحد طيب أول شيء المجال المجال إذا بتلاحظوا اللي هو القيم السين مسموح فيها هل فيه مجال فيه إشي سالب ما فيه إذا معناه المجال بيكون هو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة اللي هي حال زائد هذا المجال لأن المدى القيم صاد المسموح فيها اتطلعوا سواء كان المنحنة الأول أو المنحنة الثاني فيه قيم فوق على محور الصلاة فيه موجب وفيه سالب وبالتالي معناها المدى المدى حيكون مجموعة الأعداد الحقيقية كاملة هنا فيه ميزة أيضا لهذا الاقتران على سورة لغريتمي سي الأساس بها أنه دائما يمر بالنقطة المهمة جدا هاي اللي هي واحد وصفر أي اقتران على صورة لغريتمي سي الأساس بها يمر بالنقطة واحد وصفر يقطع محور السينات عند النقطة واحد وصفر هنا فيه خاصية رقم أربعة اللي هي كل اقتران لغريتمي على هذه الصورة هو اقتران واحد لواحد شي يعني واحد لواحد لو أخذت مثلا منحنة المرسوم الأسود أي خط أفقي وتبتعرف هذا الكلام ما أخذنا فيه ما بيقطع المنحنة إلا فيه نقطة واحدة عشان هيك سميناه واحد لواحد هذا الكلام تكلمنا فيه وأيضا المنحنة الأحمر تاني اللغريتمي أيضا كل نقطة ما فيه إلا لو أخذنا خط أفقي ما بيقطع المنحنة إلا فيه نقطة واحدة إذن الاقتران اللغريتمي هو واحد لواحد الآن فيه نقطة آخر خاصية إذا كانت باء أكبر من واحد أكبر من واحد زي ما أخذناه هنا مثلا في الحالة الأولى زي الثلاثة المنحنة هاي نسمته استخدم الأسود مشاهل هاي الأسود طالعة لوع طالعة لوع هيك هيك يعني هذا اقتران متزايد لما بزيد السين طاف السين بزيد إذن بيكون متزايد متى لم يكون قيمة باء بيكون متزايد إذا كانت باء أكبر من واحد فإن الاقتران متزايد قاف السين الآن بالنسبة للمنحنة الثاني اللي هو هذا اللي هو قاف السين سويليغريتم السين لأساس ثلث الآن الباء ثلث يعني أقل من واحد وأكبر من صفر فبيكون المنحنة فيها الحالة هاي إذا كانت عندك الباء أقل من واحد بيكون منحنة متناقص يعني مع تزايد السين نازل نزول إذن صار في عندي حالتين إذا كان باء أكبر من واحد فإن الاقتران بيكون قاف السين متزايد وإذا كان أقل من واحد فإن الاقتران يكون متناقص والشكل هذا هيدرسنا الخصائص الرئيسية والأسسية للإقتران اللي هو قاف السين سويليغريتم السين الأساس بها الآن بدنا نيجي خلصنا الدرس يكي بدنا نرجع للتدريبات أعطيتكم واجب الحصة اللي فاتت تدريب واحد صفحة مية وخمسة عشر تدريب واحد صفحة مية وخمسة عشر قاف السين على فكرة إنه علاقة باللي شرحناها قبل شوية قاف السين بيساوي لغريتم السين الأساس ثلاثة طالب تجيبوا صورة قاف الواحد قاف الواحد عبر شوية أخذناها نعوض محل السين واحد لغريتم الواحد الأساس ثلاثة شو بعطيني الناتج صفر وبدو لغريتم الثلاث لغريتم الثلاث يعني نعوض محل السين ثلاث لغريتم الثلاث للأساس ثلاث شو بعطيني واحد كمان بدو لغريتم الثلث نعوض محل السين ثلث لغريتم الثلث الأساس ثلاثة خذناها قبل شوية أيضا لو طلعنا الثلاثة فوق بسير ثلاثة السالب واحد يعني ناتي السالب واحد هذا شرحناه قبل شوية هذا هو تدريب رقم واحد منيجي لتدريب رقم اثنين صفحة مية وستاش معطيني اقتران قاف السين بساوي لقرتم السين الأساس ها ثلاثة سين ناقص ستة هون الأساس ها هو طالب في هذا السؤال بده المجال المجال لازم يكون ما جوات اللقرتم موجب اكبر من الصفر فشو منساوي مننخذ اللي بين قصين هذا لجوات اللقرتم ندرس اشارته اللي هو ثلاثة سين ناقص ستة كيف مندرس اشارته اول شي بنصفره مننقل الستة على الطرف الثاني او نجمع ستة لليمين وستة لليسار ومنقسم على معامل السين اللي هو ثلاثة بطلع سين تساوي اثنين يعني اثنين هي اللي بتصفر هذا المقدار لو جربته تعوضه ثلاثة ضرب اثنين ستة ناقص ستة صفر بنجي على خط الاعداد من الناقص مال النهاية للمال النهاية عندي اثنين اثنين فوقه ايش صفر كيف تدرس اشارة هذا المقدار من الدرجة الاولى اخذنا هذا الكلام على يمين اثنين نفس معامل السين وعليه صار عكس معامل السين او اذا نسيت القاعدة هاي الشغلة بسيطة شو بنساوي بناخد عدد اكبر من الاثنين اي عدد صحيح اكبر من الاثنين لو خده ثلاثة تعوضه ثلاثة في ثلاث تسعة ناقص ستة ثلاثة يعني الناتج موجب هاي طريقة الثانية اذا الواحد نسي القاعدة اخذ عدد اقل من الاثنين لو خده واحد ثلاثة في واحد ثلاثة ناقص ثلاثة اللي هي السالب ثلاثة اذا اي عدد اكبر من اثنين بيخلي لجوات اللغوريتم موجب اذا المجال المسموح اللي كتعوضي هو بين اثنين طبعا مفتوحة مش داخلة لغاية المالة نهاية طب هو ما نستطيع نعوض اثنين لانا عوضنا اثنين شو بطلع الناتج بطلع الناتج صفر والصفر لا يجوز تقولنا لازم يكون اكبر من صفر جوات اللغوريتم تمام نيجي الان لل اقترانة الثانية الهولام السين اللغوريتم هلا هون ما في اساس يعني قديش الاساس بدي يكون بدي يكون عشرة اذا لو هم تكتبوش بيكون اللغوريتم اعتياد الاساس عشرة ابس بتبرقش معنا بالحل احنا هون لو السين تربية ناقص خمسة سين زائد ستة الان ايضا بدي ادرس اشارة حدث الفترات اللي بكون فيها موجب والفترات اللي بكون فيها سالب كيف ترسل اشارة هذا الاقتران هذا من الدرجة الثانية لازم اجيب اسفاره 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 بالصفر احلله سين سين هاي الاشارة موجبة يعني شرطين متشابهتين وهما زي الاوسط الاوسط سالب يعني اتنتين سالب حللناها سين سين ناقص ناقص اتنين ثلاثة عددين حصل ضرهم ستة ومجموحهم لانه هاي زائد خمسة ولهم اثنين ثلاثة ومنها اما القوس الاول بساوي صفر يعني تطلع سين تساوي اثنين او القوس الثاني بساوي صفر يعني سين بساوي ثلاثة وهذا كلام اخذنا وحكينا فيه كثير هلأ خط العداد خط العداد بدنا ندرس اشارة المقدار سين تربية ناقص خمسة سين زائد ستة من ناقص مال النهاية للمال النهاية الصفرين اللي هم اثنين وثلاثة من راعة ترتيب الثلاثة اكبر من اثنين هلأ الاشارات في قاعدة اللي هي التربيع اللي هو الصفرين نفس معامل سين تربيع عكس نفس نفس عكس نفس وهذا اخذنا او اذا انسيت القاعدة ممكن تاخذ عدد اكبر من ثلاثة اوضيف الاقترام بطلع الناتج موجب اخذ عدد بين الثلاثة بطلع الناتج سالب واقل من الثلاثة بطلع موجب بس الافضل تكون يحافظ القاعدة نفس عكس نفس اذا الان الموجب في المنطقة هاي وفي المنطقة هاي اذا المجاله من الناقص مال نهاي لغاية اثنين و اضافة الفترة من ثلاثة الى المال نهاي بس لا ثلاثة داخلة هاي اذا المجال من ناقص مال نهاي لاثنين اتحاد الفترة من ثلاثة الى المال نهاي هاي ثلاثة اتحاد الفترة من ثلاثة إلى المالة نهاية الآن تدريب ثلاثة واربعة محلولات لحنا بداية الحصة اليوم في صفحة رقم واحد على الورقة اللي هي هاي هاي الاقترانين لقرة مسين الأساس ثلاث ولقرة مسين الأساس ثلاث طيب الآن بدنا نيجي للتمارين صفحة مية واربعة وعشرين السؤال الأول معطيني الاقتران قاف السين بساوي لقرتم سين ناقص اثنين للأساس ثلاثة بده أول نقطة بدك صورة العدد كام ثلاث هلا لقرتم الثلاث عوضي الثلاثة محل سين محل سين عوضي الثلاث ثلاثة ناقص اثنين واحد صفحة لقرتم الواحد لقرتم الواحد لقرتم الواحد الأساس ثلاثة اللي هو بعطيكي الصفر بنفس الطريقة بده لقرتم لحداش يعني بتعوضي محل سين 11 11 ناقص اثنين تسعة لقرتم التسعة لأساس تسعة ثلاثة لاحظت كل الأسئلة بتتكرر بده كمان لقرتم التسعة وعشرين يعني كتحطي محل السين تسعة وعشرين تسعة وعشرين تراحي منها اثنين سبعة وعشرين لقرتم السبعة وعشرين الأساس ثلاثة بيعطيني ثلاثة شو بقي عندي القاف السبعة وعيرة ثلاثة قاف السبعة ثلاثة يعني تعوضي محل السين سبعة ثلاث سبعة ثلاث ناقص اثنين وحد المقامات الثنين اللي هي ستة ع ثلاث سبعة ثلاث ناقص ستة ع ثلاث اللي هي واحد ع ثلاث صف modify لقرتم واحد ع ثلاث لأساس ثلاث اللي هي بتطلع خدناها قبل شوي اللي بتطلع السالب واحد هيكي حليني فرع ألف فرع بيع بده للمجال إحنا المجال بدنا ندرس إشارة الاقتران اللي هو سي ناقص اثنين صفره اللي هو اثنين على اليمين موجب نفس معامل السين وعليه صار سالب إذن المجال سيكون من اثنين إلى المال النهاية في الرجيم ما إحداثي نقطة تقاطع من حنقاف السين القاف مع محور السينات وين بيقطع محور السينات عند النقطة كم لما بتكون السين ثلاثة بيطلع صار صفر يعني المنحنة يقطع مع محور السينات عند النقطة الثلاثة والصفر الآن المطلوب الأخير بده ماذا الاقتران ماذا الاقتران هو مجموعة الأعداد الحقية كلها الآن عندي واجب صفحة 124 سؤال 2 وسؤال 4 إن شاء الله سؤال 2 سؤال 4 ويعطيكم العافية وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر